أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام في البلاد تكريما لضحايا إطلاق النار في كاليفورنيا الذي أصفر عن مقتل عشرة أشخاص وقالت الشرطة الأمريكية إنها عثرت على مطلق النار ميتا وهو رجل أسيوي يبلغ من العمر 72 عاما ووقع الحادث داخل ملها ليلي في مدينة مونتري بارك في ولاية كاليفورنيا شكرا